أعوذ بالله من الشيطون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسنان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تفسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحمد العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وقلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها السخلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإرس إن استطعتم أن تنخذوا من أغطار السماوات والأرض فانخذوا لا تنخذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نال ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان